وما زلنا في الشأن العراقية حيث ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني وخلال الاجتماع تم بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد ونقش الاجتماع ملف تأمين الانتخابات ودعم إجراءات المفاوضية العليا للانتخابات بهدف توفير بيئة آمنة للانتخابات وحماية مراكز الاقتراع والمرشحين كما نقش المجلس كذلك الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى والإجراءات المتخذة لاستتباب الأمن هناك